قبل ما جيب حضرتك ينقح عليك استدنا بس لما ضفنا الجليل سيادة النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والمهندس الكبير يقول لكم هم هندسه ازاي تعديلات مشروع قانون الضريبة على الدخل وقيمة ضريبة التصرفات العقارية لانه ممكن بعد ما تسمعوا البش مهندس البش مهندس النائب ما بقاش فيه داعي اطلاقا لنقحان الجيب ازاي حضرتك؟ ندورنا وشرخنا الله يخليك أبان الله يخليك انت حضرتك قبل الهوى قلتلي انه بالعكس ده احنا هنقول حاجة سنزف البشرة للمشاهدين انه مفيش داعي ان الواحد يقول اه يا جيبي ده اكيد طيب تفضل كان هنرتدي ضربتك الداخل هو يعني هو التعديل ده في قانون الضريبة على الداخل ايفا؟ في المادة 42 منهم المادة 42 دي كانت بتقول ان ضريبة التصرفات العقارية باثنين ونص في المية الدولة لقيت انه هناك صرفة عقارية كبيرة اه في مصر للأسف الشديد المسجل منها نسبة ضعيفة جدا 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 يعني التعديل ده مين اللي قدمه؟ الحكومة 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 فالحكومة يعني بعتت لنا تعديل لهذه المادة يبسط المواطن ويزود ويزود الحصيلة لا مش يزود الحصيلة بالعكس يعني يزود الناس اللي هي تروح تسجل العقارات بتاعتها يزود معدل التسجيل اه انا هقولك سواء يعني حاجة انت لو شقتين جموا بعض شقة مسجلة وشقة غير مسجلة ورايح سيادتك تشتري شقة هتفضل اني شقة مسجلة قطعة اش كده؟ قطعة بس ضبط كده انا بس كنت عايز سأل حضرتك نسبة تسجيل حضرتك عارفها الحالية؟ الحالية نسبة تسجيل لأقلم للواحد في المية يا الهي المسجل في عموم القطر المصري واحد في المية من ثروتنا العقارية وعلى فكرة ضريبة التصرفات دي على الدولة كلها عدل قرى ما فيش قرى فيها ضريبة التصرفات برضى عشان أمورته باضحة ايفا؟ يعني المباني اللي جوه القرى معفى من هذه الضريبة مهما كان حدث من التصرفات ايفا؟ في المدن فقط اه في المدن فقط لغير طيب انا اطاعت حضرتك وانت بتتكلم بعنا الاخبار السارة اللي احنا يعني في امس الحاجة اليها بصحب القانون طبعا القانون ده قانون قديم والقانون من الاربعينات وتعدل كذا مرة وصدر برقم واحد اسرائيل في سنة 2005 وحصل عليه تعديلات كتير وكان يعني اخر هذه التعدلات كانت بالقانون 11 لسنة 2013 ايفا؟ بتاريخ 19-5 2013 طبقه هذا القانون نعم وبالتالي التعديل الجديد اللي اتقدمت بيه الحكومة واللي ان شاء الله هنقشه في اللجنة يوم الاحد القادم بيحط مبالغ مقطوعة للتصرفات العقارية اللي حدثت قبل 19-5 2013 امال بعد 2013 كان ايه؟ لا بعد 2013 هو الاثنين ونصف المية اثنين ونصف المية ما تقلش مالين لا قانون اه قانون يعني يعني المشروع الجديد لن يحرك بتاتا نسبة الاثنين ونصف المية اللي بعد 2013 اه اللي قد قالك زمان كانت اكتر من كده اه يعني زمان كانت يعني 5% وكده ايفا ف هنيجي للتصرفات التي حدثت للوحدات العقارية او الاراضي اللي ايه؟ في المدن وليس القرى اه نحط مبالغ مقطوعة يعني التصرف لغاية 250 ألف جنيه كل اللي عليه 1500 جنيه وعلى مين؟ على آخر واحد اتصرف بالبيع على البائع الأخير يعني لو هذه الشقة اتبعت عشر مرات اه هي عليها 1500 جنيه مرة واحدة ويتفحها آخر واحد باع قبل 19 5 2013 اه طبعا دي هتدي فرصة كبيرة قوي واللي قابله حلال عليهم واللي باعوا قبل كده ما خلاص ما عليهمش حاجة اولا انا عايز اعرف من حضرتك التصرفات دي ايه غير البيع والشراء في حاجة تاني؟ لا لا ما فيه هو 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 البيع والشراء وعلى البيع تاني حاجة برضى عشر مر على البيع عشان الكلام بيقوض البيع اللي هو هيقبض على البيع اللي هو هيقبض الحاجة التانية بقى وانا انا اسف ان انا قطعت حضرتك تاني بس الاسئلة كتير الحاجة التانية هل من العدل ان انت اتدفع اخر واحد والخمسين واحد اللي قابله براءة؟ ما احنا عشان انا بكلمك بس في فلسفة المشروع اه ما هو المشروع ده الحدى في الاساس منه وقلت لك كم مثال حط شقتين انت راح تشتري قلت لها اخذ المسجلة يبقى اصبح النهاردة ان انت بتزود قيمة العقار بتاعت بمجرد ان انت ما تسجله عشان نسهل الامور قلنا اللي قبل اخر تعديل هنعفيهم من الاثنين ونصف في المية وهنحط مبالغ مقطوعة العقار لغاية ميتين وخمسين الف جنيه الف وخمسمائة جنيه العقار من ميتين وخمسين الف جنيه وواحد لغاية نصف مليون جنيه الفين جنيه من نصف مليون جنيه وواحد لغاية مليون جنيه تلات تلاف جنيه نعم اكتر من مليون جنيه دي ما يكون اربعة تلاف جنيه مبلغ مقطوع يعني لو انا لو عندك عقار اتباع اه بعشرة مليون جنيه اه قبل 19-5-2013 اه هي اللي عليها المنطق يقول كده ليه لان انت مش هتقدر ترجع للي باع قبل كده اه ده عشان استحالة اه يعني تحصيل اه هتعطل الدنيا واحنا الهدف اه ان احنا يعني اقل يعني نوصل حتى بالنسبة 20-30% من العقارات بتاعة مصر تبقى مسجلة اه اه انا كده فهمت اه لانه فيه يعني عمليات تصرفات بالظبط تمت في زمن يمكن اصحابها في ذمة الله الان يمكن ده غالبا كده لان احنا بنقول قبل 19-5-2013 قبلها بسنة بسنتين بعشرة بعشرين دي محدش بقى فبس لما حدك تقول لي الاستحالة يقوم موضوع العدالة ده يتفهم بالظبط كده اه وفي نفس الوقت انا كدولة انا عايز اوصل زي ما كل بنقادم في مصر له رقم قومي كل عقار في مصر يبقى له رقم على مستوى الدولة وكله معروف تمام انا عايزين نوصل لدي نايفا ما نقدرش نوصل لها الا لو نزبت التسجيل عندنا عالية اه يعني ده الحاجة الوحيدة اللي تقدر توصلنا الاجبر عدد من العقارات في مصر كده بحافظ على القار بتاعي وكده بديله قيمة يعني انا العقار اللي بسجله 1500 جنيه اكيد رفعت قيمته مثلا اضعف هذا الرقم مش عايز اقولك مئات المرات صحيح صحيح اه اي حد بيفهم في السوق ده عارف الحكاية ده انا سألتك سؤال لو اتعرضوا عليك اتنين واحدة نفس الدور بتسجله والتاني مش بتسجله قلت اخذ اللي بتسجله وانا زيك كده ده هو فندم ده مش بس بيرفع قيمتها ده بيؤمنها ليه بقى انت حضرك ساعدت مر كده على قطعة ارض فضاء هتلاقي مكتوب عليها بالجير لبيض كده دي مسجلة ايه يقوم محدش يقدر يقرب منها كلمة مسجلة دي يعني بتقوي قيمة هذا العقار بقوة الدولة بقوة الدولة المصرية طب دي افكار بديعة الحقيقة امتى ده يدخل حيز تنفيذ بقى يعني قدامه مدى زمني قد ايه ده ان شاء الله يوم الحد القادم هننتهي منه في اللجنة ايفا وهنزله ان شاء الله امانة المجلس ان شاء الله يعني بعدها بيوم ولا حاجة طيب انا بس مرة تانية عايز ارجع لحضرتك في فكرة شبهة عدم العدالة يعني طبعا دي حاجات انا ما فهمش فيها ده انا بس دوري ان انا اطرح السؤال ايه السؤال هو يعني لما حضرتك قلت التاريخ بتاع 2013 عشان ده اللي صدر فيه اللي هو تسعتاشر خمسة اه اللي تم يعني العمل بالقانون 11 لسنة 2013 يوم عشرين خمسة انا بعت شقتي لأ خلقت اثنين ونص في المية اه اثنين ونص في المية حضرك مش شاف ان دي كمان يعني حاجة كده لا يعني ده اه هو حزك بقى كده اه اه حزك كده ده يوم 19 خمسة نعم بعت شقتك مش يوم عشرين خمسة هذا يدفع اثنين ونص في المية صحيح بعت بعد كده هتدفع اثنين ونص في المية هل بس مين اللي هيدفع اه البايع البايع كاتبين ان يتحمل المشتري لا مفيش حاجة اسمه يتحمل المشتري ان انت متقدرش تخلف قانون مع الضرائب هتدور على الباية مليهاش دعوها ايه يتحمل المشتري ده بينهم هما الاتنين مع بعض لكن مصلحة الضرائب مسؤولة عن تحصيل هذه المبالغ اللي هي لما بتحصلها المصلحة بتبقى في حكم المالي العام يا فندم اي تعاقد بيحترم نفسه تلاقي مكتوب في ديباكت وكده هذا بما لا يتعارض مع القوانين السارية والمعمول بها في دولة المصرية فهو اي شيء يتعارض هو بحكم التعاقد نفسه من الصحيح أخيرا قبل من نروح لمدخلتنا مع سيادة النائبة ميرفت أليكسان عايز اعرف من حضرتك هل تتصور انه حين يقر هذا المشروع ويصبح قانونا انه يصبح فيه اقبال من هؤلاء الملاك على التسجيل وتظل الملكيات اللي هي بتاعت الاتنين ونصف في المية ما بعد 19 5 2013 تظل ناقصة التسجيل في الحالة دي بقى عندنا خلل برضو محتاج لا يعني وطبعا يعني يعني التصرفات خلال سبع سنين حاجة وخلال مئة سنة الوراء حاجة تاني صح فهتلاقي دي عددها أقل بكتير لان حتى اللي اشترح حاجة بعد كده غالبا انه هو الحاجة قعدت له ما بقى هتصرفش فيها كيفا ولو تصرفوا يبقوا قليلين فهي الأكثرية ما قبل 19 52013 ويمكن بقى ربنا يديك العمر ويدينا كده العمر ويبقى فيه تصرف تاني لا بعد كده لا ال 2.5% دي دي أقل نسبة على مدار مثلا 60-70 سنة الوراء يعني قبل كده كانت 5% ولا أعلم قبل 5% كانت أكتر من كده صحيح عشان كده محدش سجل فهي ميسرة فهي 2.5% اعتبر برضو ميسرة الآن تنضموا إلينا إذن كما قلت لكم مشاهدي الكرام سيادة النائبة ميرفت أليكسان عضوة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من ورانا ومشرفانا يا فندم أهلا بيك يا فندم وأهلا بالمساهدين الكرام ورديك العزيز ياسر بي وسيل اللجنة الله يخليك يا فندم إحنا كنا بنتكلم مع النائب الجليل ياسر عمر عن تطرقنا يعني للأخبار الجيدة جدا التي يحملها هذا المشروع المعروض عليكم حضرتك تتصوري أنه هذا يكفي لدفع الملاك المصريين لتسجيل عقاراتهم بص حضرتك في البداية طبعا عايزة أقول أنه دريبة التسارفات العقارية دي من أنواع الدرائب اللي حصل عليها تعديلات كثيرة جدا من أول نشأة الدرائب ودريبة التسارفات العقارية دي موجودة وطبعا حضرتك أسعارك أنه كان زمان فيه دريبة سريكات ورسم الأيلولة وبعد كده دريبة التسارفات العقارية دي كانت 5% لحد سنة 93 سنة 93 أصبحت اثنين ورصة احنا عندنا مشروع القانون اللي دخل من الفكومة الحقيقة هذا المشروع متزامن معاه مشروع قانون متعلق بالشهر العقاري والاتنين مع بعض المفروض اللي هم داخلين على سين تشجيع كل ملاد العقارات بالتسجيع احنا محتاجين أن يبقى عندنا عقارات مقننة دي لصالح المال واللي صالح الدولة نعم بصحب ريتك مشروع هذا القانون تتلم على التسارفات العقارية النساء عن العقود اللي هي قبل القانون 11 لسنة 2013 اللي هو صدر في 19 سيادة النائب شرح لنا المفارقة التاريخية دي تفضلي هانم تفضلي هذا القريب ليه 19 عامة 2013 هو بعد كده في قانونين صدر في صدر القانون 158 لسنة 2018 والقانون 5 لسنة 2021 لكن ليه وققوا عند القانون 19 5 لسنة 2013 لإلا قبل كده كانت التسارفات العقارية اللي بالسن للعقود المشهرة فقط أما العقود السدائية أو العقود أي عقود ثانية ما كانت تخضع للدريج العقود المشهرة هي اللي كانت تخضع للدريج اشرحها لمشاهدين الفرق سيادة النائبة بص حضرتك الوقع المنفئة للدريج إم تقول أنه دي خضع للدريج لما يتم شهر عقد التسارف بالبيع في شهر العقار هذه العقود اللي قبل 2013 هي بس اللي كانت خضعة بدريج التسارفات العقارية 2.5% زائد إن أنا ما كنت عندي غرام التأخير لعدم تداد دريج التسارفات العقارية فالشرطين دولة هم الفيصل ما بين العقود اللي قبل 2013 والعقود اللي بعد 2013 هو حاليا يا هانم القانون فرض غرام التأخير غرام التأخير يا فنزم بداية من القانون 11 لسنة 2013 يعني حضرتك عايزة تقوليلي إنه 99% من الملاك المصريين متغرمين دلوقتي أيو يا فنزم اللي ما بيفدد في دريبة التسارفات العقارية بعد شهر من تاريخ عقد البيع أو عقد التسارف يخضع لغرامة التأخير اللي وردت في المادة 110 من قانون الدريبة هل ده مبلغ كبير يعني؟ حسن التأخير غرام التأخير طيب هو أنا بكلم حضرتك دلوقتي كنائبة من نواب الشعب المصري هو ينفع يبقى 99% من فئة بعينها لفئة الملاك إنه كلهم يبقوا متغرمين؟ لا بص حضرتك ما هو على ثاني النقطة دي عشان النقطة دي أعتقد إن الحكومة لما دخلت مصروع هذا القانون دخلته متعلق بالتسارفات اللي قبل 2013 اللي ما كانت عليها غرام التأخير نعم فطبيعي كل اللي معها عقود اتباقية وما تم شهرات الشهر العقاري هي بتشجع كل الملاك دولة إنه هما يتقدموا لتداج بريد في التصرفات العقارية بمدالغ مخصوعة زي اللي وردت مخصوعة آه آه عشان نفض نفض الاشتباك يا هانم عشان فضل الاشتباك ده دي مهمة جدا التعديل ده لفض الاشتباك مدين يعني المشاكل اللي نجد عن التصديق قبل 2013 وبعد 2013 سيادة النائب المهندس ياسر عمر وحضرتك يبدو أنكما في غاية الحماس لهذا المشروع ما عندكوش ملاحظات أنا أخذ ملاحظات حضرتك وبعدين أرجع لسيادة النائب ملاحظات يهي أكيد ملاحظات أحضرها في اللجن ايفا هو أنا ليه ملحوظة الحقيقة استغربتها أن مصروع هذا القانون اللي تقدمت ديه وزارة العدل وليس هذا وزارة المالك ولكن أنا باب ده مع المصروع الثاني المقدم لتعديل الشهر العقاري واللي الغرب منه واللي هكذا كلنا بنشجعه بص يا فندم هنا بنشجع الناس أن هي تتجبل العقارات بتاعيها جمال لها والأولاد يعني هو أنا لما أكيد بابني أو بنتي عقار مسجل في الشهر العقاري ولا أطلط الأمور لنزاعات وممكن أن هي ترسل أنهم يقدرون على حقوقهم صحيح الحقيقة هو مهم جدا أننا أطلب من كل واحد يمتلك عقار بعد تدور القانون المتعلق في هذا التعديل والقانون المتعلق في تعديل الشهر العقاري كل العقود الأجيما لألف قبل 2013 روح سجل على طول وحافظ على ممتلكاتك وحافظ على حقوق أولاد سيادة النائبة أنا شاكر جدا أنا آسف تفضلي هان تفضلي اللي أنا عايز أقول يا فندم أن برضو هذا القانون يعني ضريبة التصرفات العقارية فيها اعتقات يعني مش كل الناس بتتفع ضريبة التصرفات العقارية صحيح صحيح اللي في القرى من غير خد على دريبة التصرفات العقارية صحيح أنا شاكر جدا لحضرتك سيادة النائبة أنا آسف والله يعني سألت المقاطعة دي حاجة سخيفة سيادة النائبة قوعت زعالي والنبي عاش خطري سيادة النائبة ميرفت أليكسان عضوة لجنة الخطة والموازنة بجلس النواب الوقت التلفزيوني ده بيخلي الواحد محدد آآ آآ سيادة النائبة ها 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 أرجوك آآ آآ ملاحظات حضرتك بقى ولا كله حماس لا بص آآ فرصة فرصة للناس كلها فيه خوانين اتعاملت فينا الفترة اللي فاتت دي فرص للناس في دي من أحد الفرص آآ أنا متأكد ان فيه ناس كتير حاولت تسجل عقارات وفشلت فيها عشان الروتين على فكرة أنا عرف واحد منهم عارف على فكرة اللي بيحصل ده يعني عارف ايه نادر آآ طبعا هنفعش ان انت بتتحول للرقمنا وتتحول واخد بالك للحاجات دي كلها وإحنا الآن دي بقتي استروا العقارية بتاعتنا مش مسجلة يعني ده كلام ما ينفعش تحيير لازم كل بيت كل عقار يبقى له رقم ويبقى محطوط على منظومة ومعروف مين ملكه واخد بالك والملكيات تبقى مستقرة انت مجرد التسجيل التسجيل بتستقر بلكياتك طبعا لكن واخد بالك الأمور اللي متسابة دي واخد بالك ما انت فيه ناس بتبقى حاجزة شواء وتفاجأ ان فيه واحد تاني كسر الشقة وهي فضي ودخل فيها وقعد فيها شوفت فالكلام دي طبعا واخد بالك ايه لما يكون مسجل انتهى الكلام مستحيل اللي هو واحد يبيع عقار لتلات اربع اشخاص اللي هو اهل الشر دول بالاخير احنا جربنا الفوضى ما بعد 2011 كان شكلها ايه فاحنا مش عايزين نكرر هذه الفوضى تاني لكن لكن لما يكون التصرف العقاري مسجل في الشهر العقاري يحصل ايه ماينفعش يتسجل تاني ليمكن ليمكن يعني هذا القانون بإمارة الله هو عام مقدما الحكومة في صورة وزارة العدل بس ما فيش هناك ربط بين سداد هذه الضريبة والتسجيل عشان الأمور برضو تبقى واضحة لا انا عايز افهم اه يعني سداد الضريبة دي قصة مسئولية مصلحة الضرائب اه اما التسجيل فهو مسئولية الشهر العقاري ايفا وما فيش ارتباط ان انت متسجلش غير ايه اما تكون الضريبة متسجلة يعني ممكن تسجل وما تدفعش الضريبة انت حر بقى لو انت عايز ما تدفعش اما انت بس عليك تختصم بس عليك تقوم تختصم الجهة اخرى من المجدعو بي دي وقت ايوه بس ليس هناك ربط بين الاتنين ايوه برضو عشان الناس تبقى ايه عارفة طيب سيادة النائب طبعا لا يخفى على فتناتكم يا سيدي انه هذا يحتاج الى متابعة احصائية يعني ايه بعد ما نقر المشروع دا ويبقى قانون هل اقبل الناس على التسجيل ولا لا وان ما كانوش اقبلوا محتاجين ايه تاني عشان يقبلوا بالزبط بالزبط واكيد دا اللي هيحصل وانا انا متوقعه ان الناس هتقبل على التسجيل ليه انت النهار دا ما تيجي تس اقصى حاجة مثلا ايه اللي اكتر من مليون لغاية ميت مليون اربعة تلاف جنيه قولي الاربعة تلاف في المليون او في الميت مليون تسوية اه يعني في ايه اللي بكده بالزبط دا كأنها طبع دا ما بتحطه على ال اه والله اه وبترفع قيمة العقار بتاعك بمئات اضعاف هذا الرقم لا دا الحقيقة انا بقولك في اقصى حاجة قبلت 19-5-2013 دي فرصة اي فرصة اي لكن اللي بعد بقى واللي بعد برضو الاتنين ونص في المية فرصة يعني ما هو الغرامات سيات النائل يعني وقد بلا ايه يعني هي بص ده سيات النائبة اصلاحنا بنتكلم بنقول ايه سيات النائبة اشارة الهوار اللي قبل 2013 هي الاكسرية هي اللي فوق التسعين في المية اللي بعد 2013 انا افترض اشاري شقة في 2013 ما الحق تشبهها واللي بقى حتى قليلين يعني بغدال حضرتك فهدوله يبقوا قليلين جدا لكن انت كمشتري من جهة لسه منشئة الكلام ده بقى انت عليكش حاجة طيب هتعملوا ايه وده سؤالي الاخير لانه الوقت التلفزيوني وحضرتك سيد العرفين طيب هتعملوا ايه في العقارات اللي هي تبنت ولسه لم تسكن وبعضها مهجور لفترات طويلة من الزمن هتعملوا ايه في الاراضي الفضاء الاراضي الفضاء تتعامل نفسه معاملة العقارات اللي قبل 2013 البعاية اللي قبل 19-5-2013 آخر متصرف آخر متصرف بالمبالغ المقطوعة آيفا فدول دول ارتاحوا آه اللي بعد كده تمطبق عليهم القانون 2.5% آيفا آه والعمارات اللي بنشوفها كده العمارات دي لازم يجي لها صحاب آه لما يبقى يجي لها لو جي صاحبها واخد بالك واخد بالك لو كان هو أول واحد مالك آه فده مش هيبق عليهم حاجة طالما ما اتصرفش صحيح لو كان لو كان اتصرف هيجي المشتري والمشتري هو اللي عايز بقى إيه يسجل باسمه طبعا آه طب دلوقتي أنا اشتريت آه وحدة سكنية آه قبل 2013 آه قبل 19-5-2013 وعايز أسجلها استفيد من آه التسهيلات العظيمة دي آه البائع البائع اللي هو مفروض يدفع أنا مش عارف أوصل له هتسجل عادي جدا جدا مش عارف أوصل له توفي اختفى حضرتك هتسجل مش عايز يدفع أيوه بص مش مشكلة المعاش كنا بقولك ما فيش ربط بين الاتنين آه هتروح لشهر العقاري هتسجل وتيجي بقى مصلحة الضرايب آه تدور على البائع اللي بقى لك الله ينور وتتعامل معاه بس بس آه انت بليكش لعوة بحاجة يا فندم يا فندم أنا كده والله انت نورتني آه جدا مشاهدي الكرام لما يبقى فيه موضوع أو أختمه بان انا اقول لحضراتكم فرصة ذهبية آه اللي اشترى او عمل قاية تصرف عقاري قبل 19-5-2013 يستنى لغاية بما يقر مشروع القانون ده ويروح يسجل عقاره امته هتزيد هتتضاعف حتى وهيحظى بحاجة اسمها حماية الدولة يعني عقاره هيبقى محمي بقوة الدولة المصرية دي أملة كبيرة لعلمكم والله متحمس أنا كمان متحمس والله كان عندي ملاحظات لكن سيادة النائب فضل اشتباك أنا شاكر جدا لحضراتكم بكرة قبل دلوقتي بساعة إن شاء الله السلطة التشريعي